بين الفقر وسوء المعاملة لا يزال يعيش نحو مليوني عراقي هجر من مناطقهم جراء العمليات العسكرية منذ عام 2014 عامان مراء على انتهاء تلك العمليات إلا أن شيئا لم يتغير في أوضاع النازحين الذين خرجوا مجبرين حينها حيث لم تفرق الحرب بين مدني أو عسكري ولم يبقى من الممرات الآمنة إلا اسمها بعد كل تلك الأيام الصعبة تقول المؤسسة الأمريكية للمساعدة الإنسانية في العراق إن آمانا نازحين بالعودة تتلاشى وتضيف المؤسسة الأمريكية في تقرير لها تحت عنوان العراق احتياجات طارئة ومعقدة أن نسبة الراغبين بالعودة انخفضت هذا العام إلى 5% بعدما كانت 9% العام الماضي عازيا السبب الرئيس إلى بقاء الدمار على حاله وندرة الخدمات فضلا عن عدم توفر فرص عمل في تلك المناطق المدمرة نسب تفضح عدم إلاء الحكومة اعتبارا لأعمار تلك المناطق حيث يكشف مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن الفساد الحكومي التهم عقود إعادة الإعمار لصالح شركات وهمية يمتلكها سياسيون كبار في العراق معاناة النازحين في العراق لا تقف عند هذه الخيام التي ترك منسيين فيها بل بتحويل الميليشيات بطواطئ من الحكومة تلك المخيمات إلى سجن دائم للنازحين حيث لا يسمح لهم بالخروج فضلا عن عمليات اعتقال معيلي العديد من العائلات كما تفيد التقارير الدولية لمنظمة هيومن رايس ووتش التي انتقدت أكثر من مرة اضطهاد النازحين واعتقال الكثير ممن حاولوا العودة أو عادوا إلى مناطقهم ويكشف برنامج التعليم من أجل السلام في العراق رفض السلطات هناك منح تصاريح أمنية في المخيمات للنازحين مما يعني أنهم لن يستطيعوا الحصول على بطاقات الهوية التي تكفل لهم الحصول على الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم حيث يتحول الوطن هاهنا لسجن كبير عنوانه الاضطهاد